شاهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقدي الشراكة جديدين لإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة وبموجب عقدي الشراكة تقوم مجموعة هيلتون بإدارة وتشغيل فندقين بالقاهرة الأول بمنطقة أبراج مثلس ماسبيرو والثانية بمنطقة سور مجر العيون وأشهد مدبولي بخطوة توقيع عقدي الشراكة لإدارة وتشغيل هذين الفندقين بمنطقتين كانت في الماضي عشوائيتين ومسجلتين ضمن المناطق غير الآمنة وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له رؤية وإرادة سياسية ومتابعة مستمرة لملف تطوير المناطق العشوائية التي تحولت بفضل هذه الجهود لمناطق حضارية متميزة مشيرا إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة أو غير المخططة أصبحت مثار فخر للمصريين